توحيد الجغرافية هنا أمر مستحيل على الأرض لكن أحلام مجموعة فلسطين على البسكليت تقفز عن المستحيل فحواجز إسرائيل تقف بالمرصاد لكل محاولات فلسطينية المرور عبر التجمعات الفلسطينية من قرى وبلدات ومدن ومخيمات فلسطينية هو هدف بحد ذاته سياسي ورياضي لكن حرية التنقل معدومة مع أكثر من ستمائة وثلاثين حاجزا إسرائيليا تقطع أوصال الضفة الغربية وكذا أفعال المستوطنين المتطرفين واجهنا كثير صعوبات من 2016 لليوم أبرزها الاستيطان حواجز الإسرائيلية ممنوع المر عن الحواجز ممنوع المر من تكريبنات الجمعات الاستيطانية المستوطنين في آخر فترة بل شو لاحكوا المتجولين الفلسطينيين سواء على الدراجة أو سواء ماشي تجمعات الرعوية الاستيطانية اللي ظهرت جديد مناطق متفرقة من الضفة الغربية هي هاي عائق كبير لكل المتجولين وبفعلا رياضي واحد وعبر الدراجات الهوائية انطلقت مبادرة رامال رايدرز منذ عام 2017 وأصبحت الوجهة الأولى لمحبي السفر والدراجات في فلسطين بل أيضا أصبحت متعددة الأهداف من أجل اكتشاف الطبيعة الفلسطينية ونشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية وتخفيف من نسب التلوث وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية طموحنا طبعا ننشر ثقافة البسكالية بشكل كبير إذا بتطلع عندها بالبلد أزمة سيارات كثيرة تلوث للبيعة البسكالية ما بأثر عليه الأزمة ولا بأثر على تلوث البيعة فآمن ونظاف كثيرة وكال تكلفة طبعا الفعاليات حلوين وهيك أجواء بيكون نتجول وطبعا طلعات ونزلات بيكون كتير حلو يعني وشوي شوي تعودت عن سبع مرة باجي فكان بيكون ممتع بيكون ممتع وهيك فإنه نيجي عشان ونتعرف على ناس جداد نتعرف على البلد وهيك الهدف إنها أول إش مبادرة رياضية نستمتع فيها بالفري تايم لطلاب المدارس اللي عندهم خلاص عطلة هلأ صيف بقدروا يستمتعوا بالأنشطة اللياضية بتعاونوا مع الفريق بيشوفوا رمضة ويوثق المشاركون مساراتهم ورحلاتهم بالفيديو والصورة في كل مكان يزورونه تجمعهم أمنية واحدة هي الوصول إلى قرىهم ومدنهم التي هجروا منها عام ثمانية واربعين وحتى كبرت أحلامهم بالوصول إلى أقطار عربية ودولية تنتهي معها الحدود الوهمية ضياح الشيال غد الأراضي الفلسطينية